السياسة النقدية التي تتبعها حكومة هادي وبنك عدن من خلال طبيع عملات محلية جديدة تقدر ب147 مليار ريال من دون غطاء تقوذ الجهود المتواصلة لتحييد الاقتصاد في ظل الحرب أعلن الزمام في بيان رسمي صادر عن الملك المركزي بأنهم أوقفوا طباعة العملة بعد أن حالهم ذلك السفير الأمريكي أو الرباعية التي اجتمعت في الرياض لكننا فوجئنا قبل أربعة أيام بأن زمام يخرج ويصرح بأنه وصلت 147 مليار ريال جديدة استهداف منظم للاقتصاد من قبل هادي والتحالوف رغم الاتفاق في مشاورات السويد الأخيرة على ضرورة حل الملف الاقتصادي وكانت نقطة الخلاف بيد من سيكون صرف مرتبات موظفي الدولة هذه من القضايا التي ما زلنا بحثة وهذه من القضايا التي أيضا تؤدي إلى انهير المحادثات وانهير المشاورات لأنه كلما اتفقنا عليه جاء الطرف الآخر لا يلتزمه لأنه ليس لديه أي قضية ولا يحمل أي قضية وطنية هو يحمل فقط المصلحة الشخصية ويجعلها فوق كل اعتبار ولذلك نحن أيضا أبلغنا أمم التعدب بهذه القضية وبأنها أيضا جريمة من الجرائم التي ترتكف في حق الشعب اليمني أكثر من 1700 مليار ريال يمني قام بطباعتها بنك عدان منذ نقله ما سبب آثارا كارثية على سعر الصرف حاليا لترتفع الأسعار والسلع مجددان الخطوات الحثيثة لتحييد استخدام اقتصاد اليمن كأداة حرب تقابل بسياسات نقدية تضخمية من قبل هادي وحكومته لتفاقم من معاناة اليمنيين أكثر وفق ما يرى مراقبون أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين